جنيسة في الحقيقة هي ملكوت الله على الأرض والرب يسوع له كل ماجد إدانا طلبة أساسية في الصدرة وقال ليأتي ملكوتا ولتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض في الحقيقة نولنا نعمة الحياة الجديدة ونعمة خلاص المسيح مش آخر محطة لكن آخر محطة تحقيق ملكوته فكراسة المسيح وغرضه وسعيه وهدفه أن يتحقق ملكوت الله على الأرض أنتم يا أحباء بنعمة المسيح ملكوت الله على الأرض وكلمة ملكوت هي كلمة مملكة لا يوجد فرق ملكة وكلمة ملكوت وهذا معنى بالتحديد أن الله عايز يبني هنا مملكة له لاحظ أن بالأسف الشديد إبليس نجح أنه يبني مملكة له وأن الرب يصاب المسيح في الوجهة المقابلة عايز يبني هو مملكة له ولم نقول أن هناك ملكوت يتبني في مادة بناء ولم نقول أن هناك ملكوت يتبني فيه ملك وفي مملكة لها أساسيات لقانونها ومعنى حياتها وكتاب علينا بصريح العبارة لا أعود أسكن في هياكل مصنوعة بالهياكل وبيته نحن وقال مبنيين حجارة حية بيتا كهانوتيا فالملكوت يتبني من الحجارة الحية التي يتبني منها الملكوت ثم لا يمكن أن يكون هناك ملكوت الله دون أن يكون المسيح صار بالحقيقة ملك إذن إذا ما ملكش المسيح على حياتنا الفردية وعلى حياتنا الشخصية مش هيتحقق ملكوت الله ومملكة المسيح فيه ناس عرفت المسيح الذي غفرت سنتين التي ما عرفتش ملك المسيح سيادة المسيح إن أنا خاضع له بالتمام تقطع رأبتي ولا كسرش كلام المسيح لما نقول لك كليسة ملكوت الله معناها إن جوة إن جماع هؤلاء يسكن يأتي حضور الله أنا عايز أقول لكم لا يمكن أن يأتي حضور الله مع حضور الخطير لأن الخطير دي ملكوت الشخص التاني الشغير لا يمكن أن يتحق حضور الله مع وجود الخطير لما نقول الكنيسة ملكوت الله في هذا المعنى إن أعضاء الملكوت دول لازم يكونوا عايشين مع بعض بقانون الملكوت بالحبوة بالبلغة بالتحديد فلو ما كانش دول عايشين بقانون الملكوت مع بعض وبوحدة فيه مع المسيح مع بعض في أجنى ملكوت ما أسهل إن إحنا نعمل كان يستفشيري أو اجتماعات تفشيري أسهل ما يمكن لكن ما أصعب من أي ملكوت إن إيه؟ إجتماع تفشير أنت بتيجي تهدى و تسمع كلمة تعزيك و تبنيك و تفرحك و يشير أسقالك و يديك رجاء و مفرد و حاجات حلوة لتكون و ترى أنه وتكرم فيها إيه دي صعب إيه صعب إيه زعب كده حلوة لكن ما أصعب الدخول من الباب هتضل تبقى تكسر و دي تبقى تحدي تبقى تكسر وتقبل أنك تكسر تتهان وتقبل أنك تكرم تدوس على كرمتك عشان تكرم مسيح حق تدوس على كرمتي عشان المسيح يكرم أتعب أنا عشان المسيح يتمجد أذكركم بعبارة رب من النص قال إيه بيقول ما أضيق الباب و أكرب الطريق المؤذيح و قليلهم الذين يجلون طيب ملكوت صعب بس الأبرى عظيمة عظيمة مجد الله و المسيح بس تكلفة صعبة صعبة بسبب العتيق اللي فينا لأن ملكوت عمال يتنقض مع الذات بتاعتنا يحك في الذات من أضاع حياته من أجلي يجده يجده و من وجدها يضيحه أنا الله القديم سر أمامي و كنت كنت فتني والآن لم أرى صديقا دخلي عنه مش بس هو و لا بربية له تنفت لنسوه في تاريخ عمال يمر الأحداث بتتعاقب والتاريخ بيهيد نفسه و بيحكي قصة قصة واحدة بتقول أن العلي متصر في مملكة الناس الله ينصر البار الشغير طريقه ظلام و ظلم نهايته الغرام في الآخر بعد كل الإضراءات ده هين اللي بتخدع النفسه وتخليني أبيع المسيح عشانه وهين المسيح الأجلاب كل ده يبته و يفنو اضمحال وبخصورت الاتنين المسيح اللي باعته عشانه اللي باعته مقابل الأشياء في العالم والآخر أخصر إيه؟ ألا أشارك في العالم زائد نفسي يعني الأول المغريات بتخليني أبيع الرد عشان حاجات في العالم وبعدين أبيع المسيح و أقضل إيه؟ العالم و أخسر المسيح و يجي يوم أخسر العالم و نفسه و أخسرت المسيح و أخسرت المسيح والعالم و أكسبت حاجة واحدة اللي هاوي ما عشتها الله ده يقدر حاجة اللي عاش أمين للمسيح يا أحبابي اللوحة الأولى شكلها أخسر والتاريخي إيه نفس اللوحة الأخيرة إيه؟ حي أنا يقول رب إني أكرم الذين يكرموني و أما الذين يحتقرونني فيزور خلونا نحقق حاجة على قلبها أن يأتي ملكون خلونا نشبع قلبه أنه يلاقي ثمرت تعب و يبقى اللي عنيده جماعة الملكون بحبه بعض بيقبانه بعض بيغفره بعض بيحمله بعض بيحبه الرب مشتقين لمجيئه منتظرينه بيخضعوا ليه بيضحوا بنفسه باللي عنده عشان مجد المسيح مفيش حاجة عندهم غالية لما تتواجح معه مجد المسيح خلونا نعيش الملكون و نجيط الملكون خلونا نحقق ملكوت المسيح و قاعدة هي قلّا يكون عندي شيء أغلى من اه أن أنا أكرم المسيح و أطيع و أخضع خلونا نحب بعض وأكرم المسيح و أحتفظ بخولي و أقول ليبليس أنت إيه إذا غلط عدد يمكن مش أفضل يمكن بدخولوا طريقة التعبير يمكن عنده وجهة نظر يمكن ما يعرفش يمكن ما أدريش ما حدش قاله طب اسأله سلامة حبا و نجيط الملكوت المسيح يمكنك المساهمة في الخدمة عن طريقة التبرع عبر الطرق الاتية من مصر عبر الحساب البريد المصري كنيسة أساناسيوس الروسية الأرثوذكسية حساب رقم 0101 1029 63 48 18 أو عبر فودافون كاش 0 10 66 16 82 84 والتبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو الرحمن خلال الرحمن شكرا